ما هو الضابط في لباس المرأة في الصلاة من حيث السكر وعدم الرقاقة حيث أنه في بعض الأحيان قد تكون الملاب السميكة لكنها تظهر شيء من لون الشعر مثلا أو لون البشرة أرجو من فضيلة الشيء في إجابة العلم يقولون أن ثوب السافر هو الذي لا يرى من ورائه لون الجلد وأما ظل الجلد يعني أن يرى إنسان ظل الأعضاء من وراء الأكمام فإن ذلك لا يمنأ لكنه فيه نقص فالثياب هلاث أقسام قسم سميك لا يرى منه ظل العضو ولا لون البشرة فهذا أفضل ما يكون من أكياب وقسم آخر يرى منه لون البشرة فهذا لا يجلل وليسل ساتر والقسم الثالث بين هذا وهذا لا يرى منه اللون ولكن يرى منه الحجم فهذا مجزء لكنه لا ينبغي أهم بارك الله فيكم